بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هناك آية مهمة جدا أو آيتان الحقيقة لمن فقد حاسة الشم مؤقتا بسبب فيروس كورونا الحقيقة قبل أن أقرأ هذه الآيات وأتحدث بالتفصيل هناك أناس لا يقتنعون أصلا بالعلاج بالقرآن هناك أناس لا يقتنعون أن كلام القرآن فيه شفاء فيه شفرات خاصة تفهمها الخلايا كلام الله تبارك وتعالى فيه قوة شفائية طبعا أنا هذا الكلام أقوله عن تجربة وأنا دائما أقرأ القرآن على نية الشفاء على نية الرزق على نية الحفظ في كل مناسبة وهكذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان شغله الشاغل هو القرآن وكان يقرأ القرآن في كل الحالات اليوم أحبتي في الله هناك هذا الفيروس اللعين الذي إذا دخل إلى الجسم يفسد ويعيث فسادا في الجسم هذا الفيروس هو عبارة عن معلومة هل تعلمون لماذا فشل العلماء حتى الآن في إيجاد علاج لأي فيروس كان حتى الإيدز مضى أكثر من أربعين عاما على فيروس الإيدز وهناك مليارات الدولارات أنفقت على تجارب وعلى مختبرات وعلى محاولات لفهم كيف يعمل الفيروس حتى الآن لا يفهمون وحتى الآن لا يوجد علاج ما هو السبب؟ لأن الفيروس ليس جسم مادي ملموس هو عبارة عن معلومة عبارة عن شفرة صحيح يتألف من ذرات وجزيئات ولكن هو معلومة والمعلومة لا يمكن مقاومتها إلا بمعلومة يعني الأدوية الكيميائية وغير ذلك يعني مفعولها قليل المعلومة يجب أن تواجه بمعلومة القرآن فيه هذه المعلومات التي إذا وصلت إلى هذا الفيروس أبطلت عمله طبعا من أحب أن يقتنع أهلا وسهلا هناك من لا يقتنع لا مشكلة نحن نقدم معلومة أنا مستيقن بها تماما وأعيشها وأجربها وأخذ ذاتائج مبهرة الحمد لله فليس هناك خسارة حتى لو لم تكن مقتنعا بأن القرآن فيه شفاء يعني ليس هناك خسارة هو علاج مجاني آمن ليس له آثار جانبية مثل أدوية ولست بحاجة لأن تذهب إلى أحد يكفي أن تكرر هذه الآية عددا من المرات فقط فيروس كورونا أيها الأحبة من نتائجه المدمرة أنه أحيانا يفقد الإنسان حاسة شم هو يدخل ويعبث بحاسة شم وحاسة الذوق أحيانا وأحيانا يعطل أشياء أخرى الحقيقة هناك آية في القرآن رائعة جدا لمن فقد حاسة شم بسبب هذا الفيروس أو غيره طبعا في سورة سيدنا يوسف عليه السلام نحن نعلم أن سيدنا يوسف شم رائحة قميص يوسف من على بعد على الأقل مئات الأمتار طبعا هذه معجزة له عليه السلام ولكن أيضا هذه الآية فيها عبرة ويمكن أن نقرأها كعلاج يقول تعالى وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُّ قَالَ أَبُوهُمْ هنا الشاهد إِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ سبع كلمات سأكرر أيها الأحبة إِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ سبع كلمات تكررها سبع مرات وإن شاء الله وأنت مستيقن أن هذا الخلل سيزول فيزول بإذن الله والله قادر على كل شيء محتاج ثقة بالله أيها الأحبة الله تعالى قال لنا وقال لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما معنى هذا الكلام؟ معادلة هندسية الدعاء يساوي الاستجابة ولكن الدعاء له شرط أساسي هو الثقة بالله أن تدعو إلها وأنت تعتقد أن هذا الإله سميع بصير مجيب الآية الثانية استخدمها سيدنا موسى عليه السلام عندما تعرض لموقف مهيب من السحرة موقف مخيف مرعب عندما ألقوا حبالهم وعصيهم وكذا وقالوا بعزة فرعون وبدأت هذه الحبال تتحول إلى أفاعي ظاهريا طبعا وتلتهم ماذا أمر الله سيدنا موسى أن يقول هنا الشاهد أيها الأحبة قال موسى ما جئتم به السحر هنا الآن الموضع الآية الذي أحب أن أوصله لكم إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إذن إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين تقول هذه الآية سبع مرات أو أكثر وأنت في أعماقك تتخيل وتتصور أن هذا الفيروس يتم إحباط عمله إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذا الفيروس مفسد يدخل صحيح وجندي من جنود الله ومسخر ولكنه يحدث دمارا وفسادا في الجسم ويعبث بالجسم إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذه الآية أيها الأحبة ليست فقط من أجل كورونا أو فيروس معين من أجل أي خلل تشعر أنه حدث في جسدك أي إنسان تشعر أنه يعبث بحياتك حتى لو كان إنسان أو جار أو قريب اقرأ هذه الآية سبع مرات لأنك عندما تقول إن الله سيبطله وأنت تنوي أن الله قادر على إبطال عمل هذا الفيروس أو هذا المرض أو هذا المؤذي فالقوة الشفائية الموجودة في هذه الآية يفهمها الفيروس لغة الخلايا القرآن فيه لغة الخلايا فيه لغة التراب لغة الذرات طيب ما هو الدليل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل والجبل عبارة عن تراب وصخور ماذا؟ ويقول هذا القرآن انتبهوا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله طيب هذا الجبل يفقه نعم يفقه لغة القرآن ولكن غير مأذول له أن يتكلم هو يخضع لأمر الله إذن هذا القرآن الذي فيه قوة تستطيع تدمير الجبال فيه قوة تدمر الفيروس وهو أضعف بكثير من الجبل إذن أحبتي في الله باختصار آيتان احفظوهما إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندون سبع مرات كررها صباحا ومساء وظهرا وكلما شعرت أن حاسة شم ضعيفة أو فقدتها أو كذا والآية الثانية تستخدمها لأي مرض كان تقول حتى في حالة السرطان لأن السرطان هو فساد في الجسم هو إفساد هو خلل شذوذ تستخدمها لأي مرض أيضا رقم سبع مهم إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة